استقبلت العديد من دول العالم العام الجديد 19 ألفين باحتفالات ضخمة في الميادين وسط إجراءات أمنية مشددة دون تسجيل حوادث خطيرة وكانت دول جنوب شرق أسيا وأستراليا ونيوزيلندا أول الدول احتفالا بالعام الجديد بينما كانت نيويورك آخر المحتفلين في العاصمة البريطانية لندن احتشد نحو 100 ألف شخص لمشاهدة أكبر عرض للألعاب النارية فوق بوابة براندبرغ في العاصمة الألمانية برلين جرى عرض مماثل تقريبا بحضور عشرات الآلاف من المحتفلين بحلول العام 19 وألفين وفي العاصمة الفرنسية باريس تزين شارع الشونزينيزي وتلألأ بالأضواء والألعاب النارية بحضور حشد كبير من الناس عرض احتفالي كبير جرى وسط إجراءات أمنية مشددة تحسبا لهجمات في وقت قال فيه أعضاء حركة السترات السفراء المناهدة لسياسة حكومة الرئيس إيمانويل مكرون إنه لن يكون هناك احتجاج عنيف خلال رأس العام الجديد وشملت الاحتفالات المبهرة مختلفة دول أوروبا بما فيها روسيا التي شهدت عروضا في عدة مدن رغم بروضة الطقس وشكلت احتفالات نيويورك ومدن الساحل الشرقي للولايات المتحدة المحطة الأخيرة في احتفالات السنة الجديدة عام ينتهي وعام يبدأ على إقاع الفرح والابتهاج أملا في أن يعم السلام العالم فيما يستقبل من أيام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر